سينفونية السلام للمؤلف الموسيقى اللبناني توفيق الباشاس طبعا إلى الحركة الثانية دوزيان موفمون من هذه السينفونية نتحدث عن مهرجان ميزيكال جودي بون موسيقات لبنان مع ضيفنا عازف البيانو جوج داكاش إذن سمعنا معا إلى هذه السينفونية وهي من اختيارك أنت لماذا اخترت الاستماع إلى هذه السينفونية؟ لأنه توفيق الباشا المؤلف الكبير الراحل توفيق الباشا اللي هو والده لعزف البيانون معروف كتير عبد الرحمن الباشا هو بيجسد هالجسر الحوار بين الثقافات لأنه صحيح خلق بلبنان كبر بلبنان وطعلم لبنان بس سيفر كتير وعيش كتير بره كمان توفيق الباشا له فضل كبير كتير كبير لأعادة أحياء الموشحات وبذات الوقت كان يكتب بأسلوب كمان غربي وهون استمعنا للسينفونية سينفونية السلام وتستعمل الألالات الغربية والنفحة الشرئية واضحة جدا فكان هذه السينفونية حوار واضح بين الألالات الغربية والسينفونية اللي هي أسلوب كتابي غربي مع الروح المشرقي ومن ناحية تانية اخترتها لأنه هذه البطعة كتبها توفيق الباشا بآخر الحرب اللبنانية حاول من خلال الموسيقى يجسد السلام جوج دكاش عطول من نحكي أنه الموسيقى هي وليدة المحيط يعني المؤلف الموسيقي هو اللي بيكتب موسيقاه بوجدان معين مرتبط بذكريات بمحيط ولكن وقت المؤلف الموسيقي بعيش معظم حياته خارج لبنان بيضال فيه هاللمسة اللبنانية مع أنه كل حياته بيكون عاشها أو حياته موسيقى يعني مع أنه بكل حياته بيكون عاشها برا فبرأيك شو اللي بيخلي هالالاتصال يضل موجود مع الوطن؟ هالأغلبية المؤلفين يلي هاجروا بعدين عاشوا طفولتهم بلبنان وهذا سن الطفولة كتير مهم بحياة المؤلف بعدين لأنه بينطبع فيه بالذاكرى وباللاوعي وهالشي بيطلع بوقت الكتابة الموسيقية بيستذكر أي ديام الماضي أيام الطفولة أيام اللي كان يسمعوا بالراديو بالدكان بالشارع أو كان يلعب ما بعرف مع مين الزجل الدلعونة هؤل الأشياء بيرجعوا عطول وفي كتير مؤلفين عم بيستوحوا من هالشي خاصة مثلا ناجي حكيم عنه عمر كبير هوني بفرنسا بقى حن كتير على لبنان وبيستعمل الأشياء حتى من الفوكلور المصري أو من الفوكلور السوري يعني الحنين هو اللي بيلعب دور مهم كمان الحنين والاتصال عطول بلبنان بظن لبنان له عطول محلي خاصة عند المؤلف لبناني حتى لو عاش عمر كبير أو فترة طويلة بره أو حتى لو خلق بره في منهم خلقانين بره من أصول لبنانية عندهم عطول تواصل مع هالوطن من خلال ذكريات الأهل كمان ممكن لها لأنه بيزرعوا هالشي بقلب الأطفال بقلب الأولاد بس في شي غريب بيصير بحدود الأسر ما فيه الواحد يفهمه إلا ما يكون سحر مش سحر سر هايكي بقلب الواحد بيخلي هاللبنان عطول موجود بالموسيقى الموسيقى الموليشين اللبنانيين دكاش أنت مؤلف موسيقي أيضا مجرد ولكن أنت يعني تأتي من هذه الخلفية الكلاسية إن كان في لبنان يعني درست الموسيقى الكلاسيكية الغربية في فرنسا أيضا ولكن ما يلفت النظر عندك وأريد أن توقف عنده هو منهجية موسيقية تحتمدها أنت اسمها سوزوكي ليست درجات النارية المنهجية الموسيقية عند الأطفال اتداء من سن الثالثة ما هي هذه المنهجية تحديدا هذه المنهجية سوزوكي بتحمل اسم يلي حطى له الأسس يلي هو شينيجي السوزوكي يلي هو عز فيولون ياباني عيش بألمانيا بين 30 و سم 1930 للأربعين تقريبا وكان صديقه كثير لألبرت أنشتاين يلي ما بيعرفه ألبرت أنشتاين كان يلعب فيولون كان فيولونيس يعني غير الرياضيات غير الفيزياء والهوض واكتشف شغلي أنه عند الأطفال بحيالة بلد عيشين فيه وحاصة إذا في البلدين عندهم لغة صعبة مثل ألمانيا مثل اليابان يتعلموا اللغة بشكل تلقائي لأنه لغة الأم وهالمنهجية اعتمدت على تلقين الموسيقى مثل تلقين اللغة الأم فمشان هيك بهالمنهجية دور الأهل أساسي بالصف يعني فيه الاعتماد على الأستاذ على التلميذ لأنه هو رح يتعلم وعلى الأهل الأب أو الأم يكملوا الشغل بالبيت فمنبلش بالشغل من عمر ثلاث سنين تقريبا حسب درجة الوعي عند الولد ومنعتمد أسلوب مغاير عن الأسلوب الكلاسيكي من ناحية المرادفات كله بيكون حول اللعبة كله بيصير لعبة الولد يكون عنده الحشرية يكمل يشتغل والفضول وهذا شي حلو لأنه الفضول هو مثل الشغف يعني هو اللي يدفعك فهلا أنك تكتشف صحيح كثير تنمي عند الولد معه معه بس أكيد الأهل هم دور كثير أساسي قبل ما نحكي عن أغنية الختام حبي بس وبكلمات وجيزة تقول لي لي حبيت أنك أنت تكون جزء من هالمهرجان هو كان نتيجة شغل تقريبا قال شوية من عشر سنين صديقة زينك أياليك بلشت تحط قصوص لهالشيء لـ 2011-2010-2011 وكتبت كتابة الشهيرة يلي هو بخصص حياة المؤلفين للحياة المؤلفين أكيد باختصار يعني وبكتالوج يلي هو نشر أعمالهم يعني وكان بدأ تعمل إمضاء لها الكتاب فعملنا ريسيتال بالأونسكو وعضاء وليقى نجاح كتير كبير ونحن كانت نقضة الانطلاق وليت حالي أنا أنه بدور رأس الحربي إذا أريد أن نقول لهيك أنه ما عم يكون في حدا أنه يتبنى هالمؤلفين ألا ما بدون حدا يتبنى أو يعرف يعرف يتبنى مؤلفاتهم لأنه بدون حدا من ابن البلد يفهم هالموسيقى كمان الموسيقى تبعون عم تنلعب بره بس غير مواحد يكون فهم الروح اللبنانية والروح المشرقية ويؤدي هالمؤلفات ألا أكيد أنا عصير عصير البيانو بيانو سولو بيانو بموسيقى الحجرة يعني موسيقى دو الشامبر جورج داكاش إذن منذكر أنه مهرجان موسيقى دو ليبان وموسيقى دو لبنان أول حفل في الرابع من حزيران يونيو الأحد الأحد ساعة أربعة بعد الضهر والحفل الثاني في العاشر في السبت نهار السبت مينة ونص عاشية مينة ونص عاشية المساء وأختم أنا وياك في أغنية بأغنية ها أنا لبنان ها أنا لبنان من كلمة الشعر الكبير راحل ساعد عائل ومن وضع موسيقى وديح صبرة يلي هو أبل مؤسس للموسيقى الكلاسيكيجي بلبنان وفينا نقول شوهي كمان بالشارع اللي نشتغل كتير على هذا الموضوع كان أول موسيقى من الشارع بيجي بيدرس وسوس الموسيقى الغربي بفرنسا كونسيرفتور دي باري وهذا كان أول تسجيل لها الأطعاء سجلت مع سوبرانو ماريجو زي مطر زكرت وديح صبرة وديح صبرة وديح صبرة كمان يعني فينا نقول أنه من خلال عملكم أنت وزينا كيالي أنه اكتشاف وديح صبرة اللي كان منسي منسي تماما حتى للبنانيين أنفسهم ما كانوا يعرفوا من وديح صبرة إلا بالنشيد الوطني اللبناني ولكن اكتشفنا من خلال كل يعني الأرشيف الأرشيف وديح صبرة أهمية هال الموسيقي اللبناني اللي بعدكم عم تشتغلوا عليه كمان يعني هل سيكون هناك كتاب هل سيكون هناك يعني تسجيلات حول الموضوع الأرشيف عندما ارجعنا اكتشفنا باللعفين ستعاش وهو محفوظ بالمركز التوسيق الموسيقي التوراس اللبناني اللي هو موجود بالجمهور بمدرسة الجمهور ببيروت بلبنان وأكتشف عم يشتغل عليه البريتون فادي جنبار اللي بوجه له تحي وباله يعطي العافية على الشغل لأنه أغلبيت المؤلفات كانت مانوسكري يعني مكتوبة على الإيد عم بيرجوا يعملوا نوتاسيون كلها عم بيرجوا يعملوا إعدة نشر لهالقطاع الموسيقي ولا بعد في عطول شانطية يعني بعد الورشي ماشي أكيد أنا بحب تذكر في نهاية حديثنا جورج دكاش أنه يعود رائع الحفلتين إلى المدرسة السنوية التي في لشاريتي أو بنات المحبة في لبنان وهذا أيضا تقليد لهالمهرجين هذا بالتعاون مع الليباني سوسيتي ان يوروب كمان هني كمان بارتونير معنا ونشكر كل سبونسر يشجعونا ويدعمونا خاصة موسيو فليب حلو أنا بشكرون وبشكرك أنت جورج دكاش على المشاركة معنا اليوم للحديث عن مهرجان ميزيكال دي بان أو موسيقات لبنان أشكرك وأشكر كل المستمعين الذين رافقونا في رحلة اليوم من برنامج مراسي أعود إليكم غدا إلى اللقاء